يعني علي اسماعيل وفكرة الأغنية اللي انت بتناضل عليها بقالك سنين طويلة والعدادها كم ولا بلاش؟ نعم مش لكن فكرة تقديم فن بديل وغنية بديلة وفكرة ان انت تتحول انت ومجموعة كبيرة من المطربيين اللي بيحاولوا انهم يحفروا في المجرد لما يطلق عليه المطربي المثقفين بيزعجك اللقب ده؟ يزعجني لانه هو طبعا يعني جميل ان احنا نغني المثقفين ولكن يعني احنا انا ومجموعة من اصدقائي سواء الفنان محمد ايزة او عهدي شاكر او حمد سمعين احنا ما قدمناش فننا عشان نقدمه المثقفين بس لكن احنا قدمنا فننا علشان نقدم اغنية بديلة عن الموجود من الطبلو الزمر بس وبالتالي احنا كنا نقدمها للجمهور العادي بس كان اغلب اللي بيسمعنا في الجامعات وفي الندوات وبرة مصر يعني احنا سفرت طبعا برة مصر في اكتر من دولة مرتين مسلت مصر والباقي كنت كان جاي لدعوات في فرنسا او في المغرب او في العراء فلا ما كانش بيسمعنا جمهور المثقفين بس كان بيشنو اشتركوا في القناة